الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلق هنا طبعا بمكون التاريخ تقويم ودعم طبعا صفحة 19 من الكتاب المدرسي المرجع الجديد في الاجتماعيات قسم 5 نشر على بركة الله عدنا أولا وحد الوثيقة تقول دلت اكتشافات الأركيولوجية وقايا عظمية وحجرية أن تعمير الأرض المغربية راجع إلى زمان مغل في القدم حوالي مليون سنة قبل الحاضر كما يعني أن الإنسان قد استطاع التأقلم سريعا مع الظروف الطبيعية لمختلف المناطق التي سكنها إذن موجز من تاريخ المغرب إشراف وتقديم طبعا محمد القديم منشورات المأهد الملاكي لتاريخ المغرب طبعا الرباط 2015 المهم السؤال يقول السخرز من النص ما يدل على قدم الوجود البشري بالمغرب واضكر اعتماد على مقتسابات أسماء بعض مواقعه إذن ما يدل على قدم وجود البشري في المغرب ثم بعض مواقع طلاقة من المتسابات السابقة أعلم شيء هذا الجواب إذن من النص ما يدل على قدم وجود البشري في المغرب هو أن تعمير الأرض المغربية راجع إلى زمن موغيل في القدم حوالي مليون سنة قبل الحاضر إذن ما يدل على قدم وجود البشري هو تعبير هذا ما يدل على قدم وجود البشري بالمغارة أسماء بعض مواقعه مغارة سيد عبد الرحمن مغارة درس السلطان مغارة جبل إيغوضان بمنطقة السابقة ومغارة العلية بطنجا وكذلك مجموعة من المغارة الأخرى السؤال الثاني يقول طبعا أملأ الجدول نشوفه قبل من هذا الجدول تكون أمل الجدول بعد نقله إلى الدفتري وأسمي انطلاق من صور اللقاء والآطار التي تحدث على هذا الوجود فنسميوها إذن طبعا الجدول بناء على هذا الوثائق قعدنا هذا الوثيقة رقم واحد ثم اثناني هذا النقش ثم هذا الأدات الحجرية ثم هذا المغارة إذن الوثيقة رقم واحد اللي هي بقايا عظمية الوثيقة يوجد أدات حجرية وثلاثة نقوش واربعة اللي هي مغارة وسنرى أهمية ديالها طبعا هل يلي كين سنرى الأهمية ديالها عدنا رقم واحد قلنا بقايا عظمية أهميتها طبعا دليل على وجود الإنسان هناك أنا عاش الإنسان هناك رسوم ونقوص خريام تعبير عن نمط عيشه طبعا عن ثقافته أو ثقافة عيشه أدوات حجرية كأدوات للصيد والقانص ولحماية طبعا نفسه من الحيوانات المفترسة فهذه الأدوات الحجرية كان يصنعها من أجل الصيد والقانص وكذلك من أجل حماية نفسه ثم المغارة طبعا لتدفئة ولحماية نفسه من المخاطر خطوصا الحيوانات المفترسة هذا بالنسبة السؤال هذا شو السؤال الموالي تقول لنا أكتب فقرة أصف فيها نمط حياة الإنسان في المغرب ما قبل التاريخ وأدعمها بصور نعم أكتب فقرة أصف فيها نمط حياة الإنسان في المغرب ما قبل التاريخ إذن فقرة نكتبها هي هذه لوصف المطحية عاش الإنسان حقبة طويلة من الزمان تعد بالآلاف السنين حيث تم اكتشاف بقايا الإنسان العظمية والأدوات الحجرية ورسوم ونقوص خرية وقد عرفت حياته طبعا تطورات من الحياة البدائية المعتمدة على التنقل والتقاط إلى حياة الاستقرار طبعا بالزراعة حياة الاستقرار والزراعة طبعا واستخدم المعادن البرونزية وطبعا الحديد التمرير الرقم اثنان تقول لنا من الوثيقة روحة من المتأكد أن الحضور الفينيقي قد تم على السواحل المغربية المتوسطة والأطلندية ويجدو هذا الاستيطان تفسيره في طبيعة الاقتصاد الفينيقي الذي كان مداره على التجارة والصناعة المرتبطة بالبحر طبعا نشوف السؤال لكن عن قرار وثيقة اثنان وعرفوا بالشعبين الذين تعامل معهم الأماظيغ في العصور القديمة إذن ما هي الشعوب التي تعامل معها الأماظيغ في الشعوب طبعا في العصور القديمة نعم سنرى كنا الشعبين كنا الفينيقيون وطبعا الشعبون استقرر في سوريا ولبنان في القرن 18 ومالميلاد واهتموا بالتجارة البحرية واخترعوا طبعا هم الحروف الأبزلية كنا الشعب الفينيقي ثم الشعب القرطاجي القرطاجيون هم من أصل الفينيقي هاجروا إلى تونس وأقاموا بها طبعا بها مدينة قرطاجة طبعا إذا كنا الفينيقيون والقرطاجيون طبعا نمشي ده برجع للسؤال الثاني شو تقول لنا استخلصوا سبب إقامتهما لأغلب المراكز على السواحل المغربي لماذا أقاموا على السواحل طبعا أغلب المراكز على السواحل طبعا سنرى أو نقرأ الوثيقة التانية أحدث للمؤرخ اليوناني هيروذوت قرن 5 قبل الميلاد عن التجارة صامتة بين القرطاجيين والأمازيغ في سواحل المغرب التي كانت يتم فيها التبادل التجاري عبر تقديم معروضات وتركها ثم يأتي كل عارض طبعا كل عارض يعرف هل يرضيه أم لا فيزيده الآخر وهكذا حتى يتفهم إذن قلنا لماذا سبب إقامة من أغلب المراكز على السواحل المغربية طبعا لماذا تم هذا سنرى إذن سبب إقامة من أغلب المراكز على السواحل المغربية طبعا الاعتمد على التجارة والصناعة البحرية طبعا هذ الفينيقيين والقرطاجين اعتمدوا على التجارة والصناعة البحرية طبعا المرتبطة بالبحر المرتبطة بالبحر نعم دبا أفسر وصف المؤرخ للتجارة بين الأمازيغ والقرداجين بالصامتية لماذا سميت صامتة صامتة طبعا لأن لم يكن هناك تواصل شفاهي بين القرداجين والأمازيغ فقد كانوا يعتمدوا على إيقاظ نار لإشعار الأمازيغ بقدمه عندما يقدمون إلى الشاطئ يشعرون النار لإشعار الأمازيغ بقدمهم نعم السؤال الموالي أنجزوا ميلفا حول الصويرة باعتبارها مركزة تجارية الأمازيغ هذا ميلفا ممكن همتها مدينة الصويرة طبعا مدينة ساحلية عندنا في المغرب خارطة المغربية هالصويرة في جات هالصويرة طبعا بعد العلومات عليها الصويرة هالكتابة الأمازيغية هي مدينة تقع في الجهة اقتصادية المغربية الغربية مراكش تنسيف الحوز على ساحل أطلنطي منذ القرن الثالث العشر شهرت المدينة أيضا باعتبارها بتسمية برتوغالي مكادور تعني تصمية الأمازيغية للمدينة السور في إشارة إلى أصوار المدينة التي كانت تغلق لحمايتها وهو واحد لوح فينيقي بلا فتاح مرأة لوح فينيقي هذه معلومة مهمة أكدت أبحاث الآثارية التي أجريت بجزيرة مكادور قرب مدينة صويرة وجود مرفأ تجاري فينيقي إغريقي روماني حسب المؤرخين العرب والأجانب فإن اسم مكادور هو الاسم القديم للصويرة القديمة أتمي الاسم الفينيقي ميكدول والذي يعني الحصن الصغير وطبعا يعتبر العهد العلوي عهد تأسيس الحقيقي للمدينة والذي يعود إلى سنة 1860 السنة الالتزامنة وإنشاء السلطة العلوي سيد محمد بن عبد الله ميناء الصويرة الذي فتح في وجه التجارية الخارجية بغي التطوير المغرب لعلاقته مع أوروبا هذا لوح فينيقي وطبعا عدنا ميناء الصويرة أصبح زامن سيد محمد بن عبد الله أهم ميناء أضحت معهم مكادور تلعبوا دورا تجاريا وتعني بالمراقبة التجارية البحرية وطبعا كنا في انتبحته يعني إنسان يقلب فوقه وكنا مواقع التواصل الجماعي أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم وطبعا لنا حصة القادمة إن شاء الله ندير فيها التشغر